شن طيران التحالف العربي غارات جوية على جبال السحة وجبل الحمام وغرب جبل القاهر في جنوب الشرق الشرقي لمدينة الراهدة حيث تتمركز عناصر الميليشيات ميليشيات الحوث الإنقلابية وكذا ناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة نقي محمد نقيب أن عددا من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم إثر الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي قال نقيبا الغارات الجوية دمرت أربعة أطقم عسكري على متنها عددا من أفراد الميليشيات الحوثية كانت تنقل تعزيزات من الأفراد والعتاد وقال مصر ميدانين أكثر من ثلاثين عنصرا من الميليشيات الحوثية سقطوا في هذه الغارة